السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن probability distribution. probability distribution اهم اتنين هنشتغل عليهم ال binomial and normal distribution. binomial distribution and normal distribution. نبدأ بال binomial distribution. binomial distribution هو بيحاول ان هو يوصف عديد من التجارب. وطبعا دي بتحتمل مفيش فيها غير احتماليتين. رقم واحد اما ان اللي احتمالية عندنا تكون نجاح او ان اللي احتمالية تكون fail. يبقى احنا في binomial distribution بتجاهل اي حاجة في الوسط غير يبقى عندي حاجتين بس. يا اما نجاح يا اما فشل. على سبيل المثال. لو انت مسك منذ ايه او ايه هتصطاد مسلا من على الشجر عصفير. يبقى احتمالية انت مهتم بايه? هل مهتمة بان انت تصيب العصفير? يبقى هو ده حالة النجاح. هل مهتم ان انت ما تصطادش عصفير? يبقى هو ده النجاح. يبقى على حسب الحالة اللي انت هتهتم بها هي دي اللي هنسميها success. طب لو افترضت ان النجاح تلاتين في المية يبقى الفلير سبعين في المية. طب لو افترضت ان النجاح سبعين في المية يبقى الفلير تلاتين في المية. يبقى احنا عندنا هنا نقدر نقول ان النجاح والفشل ممكن ان انا نرمز لهم بالرمز بي. والرمز كيو. بحيس ان الاتنين مجموعهم مية في المية. ولكن في البروبابيليتي احنا ما بنقولش في حد فيهم مية في المية. بنقول لو ده وليكن مسلا تلاتة من عشرة يبقى اللي هي الفيل او الفيلير تساوي واحد ناقص تلاتة من عشرة يعني هتساوي كم? سبعة من عشرة. يبقى ده يمثل احتمالية اللي هي succeed والتاني يمثل احتمالية الايه? الفشل. تمام? وده كده هو احتمالية ان هو not succeed او اللي هي اللي اسمها fail. يبقى انا عندي حاجتين احتمالية نجاح واحتمالية فشل. احتمالية النجاح هنقول اسمها b واحتمالية الايه? الفشل اسمها q. يبقى احنا كده نقدر ان احنا نتعامل مع البيونوميال. تعال نشوف في زي ايه? بيقول لي طبعا من ضمن الاختبارات اللي فيها طبعا في ال b والq بتساوي واحد ناقص بيه. المهمة التجربة دي هتتعمل كم مرة? اوكي انا احتمالية الاصابة على الشجرة تلاتة من عشرة. تلاتين في المية اللي هي تلاتة من عشرة. يا ترى استطد كم مرة من على الشجرة? لو ادتلك على شرط القاط. كل اللي معك في الزخيرة عشرة. هتقدر هتستطد بيهم كم مرة? تلاتة اربعة خمسة ممتازة. يبقى انا التجربة دي محتاج عاملها كم مرة? ان من المرات. يبقى ان دي هي تمثل عدد المرات اللي هي اكتر عدد هتعمعله في التجربة. يبقى انا محتاج عدد كلي للتجربة تتعمل فيه. مش معيه غير عشر طلقات مش معيه غير مية طلقة. يا ترى هصيبهم كم مرة? ده بقى اللي احنا هنسميه اكس او ار. احتمالة انك تصيبهم تلات مرات بس من العشرة. خلاص? ده هنسميه اكس. ما تيجي نطبق الكلام ده ونشوف الصيغة بتاعته عبارة عن ايه? الصيغة بتاعته بتقول ادي البي وادي الكيو. والمرة دي الاكس هسميها بتسوي مين? ار. يعني انا ده هديك عشر طلقات. هتصوم منهم كم طلقة? انا عاوز اجيب تلات طلقات. خلاص يبقى دي تلاتة. البروبابيليتي بتاعت الاصابة تلاتين في المية. بقى تلاتة من عشرة قص ار. والكيو هتبقى قص ن ناقص. ار. ويبقى ده الشكل بتاعنا. تعال نطبق ده في مسال مع العلمة. مين هي الرمز ده? الرمز ده اللي هو اسمه ان سي ار. رمز التوافيق. وده موجود عندك في الالة الحزبة تقدر تستخدمه بسهولة. اول مسال طبعا عندنا نقدر نحسبه. رقم واحد. بيقولك لو فيه امتحان سواقه. في امتحان السواقه لقينا ان علشان احتمالية ان فيه مواحد ينجح او ينجح في الاختبار بتاع القيادة اربعين في المائة. فورقة دي دخل في يوم معين تسعة من الناس. يبقى فيه كام واحد دخل الامتحان تسعة. عاوزين اللي احتمالية بتاعت ايه بقى? رقم واحد. اوجد البروباباليتي زد. اللي ينجح في الامتحان ستة. استلنا بقى. ايه حكاية الستة دي? اما هم كلهم كانوا كام? تسعة دخلوا الامتحان. واحنا عاوزين كام واحد ينجح? ستة. يبقى الاولى اسمها ايه والتانية اسمها ايه? ده العدد الكلي. وده احتمالية مين اللي ينجح? معنى كده ان انا مهتم بس بمين? بالنجاح. طالما انت مهتم بالنجاح يبقى هو ده البي. يبقى هو ده البي لان احنا مهتمين بمين? بالنجاح. يبقى باقول له ثانية واحدة وقت على نبدأ نحل. تبقى البي النجاح وهو ميديك ان اللي هينجح بكم? باربعين في المائة. طب هو كان مهتم باللي يسقط. باللي فيل. فيل. اللي اربعين في المائة اللي ينجح يبقى اللي هيفيل بكم اللي هيسقط بستين في المائة. يقى بستة امان عشر. يبقى انا بابص في السؤال هو مهتم بايه? هو هنا مهتم باللي ينجح. في المطلوب التالي مهتم باللي ينجح. في المطلوب التالت مهتم بمين? باللي ينجح. خلص يبقى البي بتاعته مرتبطة كلها باللي ينجح اللي هي تبقى البي بكم? باربعة من عشرة. طب هو هيفيل وهنا هيفيل وهنا كمان هيفيل. يبقى انا مهتم بمين? بالفيلنج اللي هو واحد ناقص اربعة من عشرة. نبدأ نكمل بقى السؤال. في تسعة دخل والامتحان يبقى دي تمثل الان بتاعتي. اوجد احتمالية البروبابيليتي ذاتي. بها هو ده رأس السؤال. اللي هينجح في الامتحان بالزبط ستة. طيب نرجع للقانون. القانون كان بيقول لنا انا محتاج. ان. ان دي اللي هي بكام عندي? بتسعة. والار بستة. البي اللي هي باربعة من عشرة. والكيو هتبقى واحد ناقص اربعة من عشرة بستة من عشرة. وعوض بالار اللي هي بستة. وعوض بالن والار اللي هي تسعة ناقص ستة. ونحل المسألة. تعال كده نشوف. يبقى دي ان بي ودي الكيو. كمان واحد ناقص بي. يبقى الاحتمالية بتاعتي. تسعة والار هنا هنكتبها بكم? ما هالار دي متغيرة? احنا كتبنا القانون اهو بدلالة الار. تعال نشوف اول مطلوب. لو اللي ينجح ستة تبقى الار بكم? بستة نعوض. يبقى تسعة سي ستة. اربعة من عشرة قص ستة. ستة من عشرة قص. تسعة ناقص ستة اللي هي بتلاتة. يطلع الرقم بسبعة بالنية. يبقى احتمالية ان اللي ينجح ستة بالزبط من تسعة بسبعة من مية. طيب المطلوب التاني. اللي ينجح في الامتحان اتليست ون. يعني ايه بقى كلمة اتليست دي? اه. احنا كده محتاجين هنا نتكلم عن اتليست. اقول له طيب استنداني بقى. مبلائيا كلمة اتليست ون دي معناها ان انا عاوز احتمالية ان الاكس تكون اكبر من او تساوي واحد. يبقى لما اقول لك اتليست ون يبقى الاكس اكبر من او تساوي ايه? ون. طيب لو قلتلك اتليست سري. يبقى انا عاوز احتمالية ان الاكس تكون اكبر من سري. طيب انا عندي الان هنا في المسألة دي بتسعة. وانت عاوز اتليست كم? انا عاوز اتليست ون بيرسون. اقول له طيب استنداني بقى. اتليست ون بيرسون يعني احنا عاوزين على الاقل كم? ون. يبقى انا عاوز اكس اكبر من مين? من ون. يعني ممكن هنحل المسألة دي كالاتي. هنقول له مرة هنحلها بين الان بواحد ومرة هنحلها الان باثنين الارب اتنين والارب تلاتة والارب اربعة والارب خمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة. الله هنحلها تسعة مرت. اه. عشان احنا قلنا اتليست ايه? ون. اتليست ون يعني الاكس اقل قيمة لها تكون ون. طب ما هي ممكن تستمر لحد كامل لحد التسعة. يبقى انا كاني هنحل المسألة مرة تسعة سي واحد. زي التسعة سي اتنين. زي التسعة سي ثلاثة تسعة سي اربعة ولا حد تسعة سي تسعة. دي كده معنا كلمة اتليست ون. بس الموضوع ده صعب جدا. انا انا عاود احل المسألة تسعة مرات. طب ما بقول مرة باخدتش الزيرو ليه? احتمالية انه ميبقاش فيه حد نجح خالص. اهم نقطة بقى. هو كل الاحتمالات مجموعهم بكام? بوان. اول. بتساوي وان. كل الاحتمالات اللي هتطلع لي كل مجموها بكام? بوان. يعني المفروض ان ان سي صفر وان سي واحد وان سي اتنين لحد ان سي تسعة كلهم بواحد. هل المعلومة دي ممكن انها تفيدني في حاجة? اه. تعالا نشوف كده. نقدر نساعد المعلومة دي كده تساعدني في ايه? رقم واحد. انت عاوز احتمالية ان الاكس اكبر من او تسوي واحد? طب ايه رأيك لو كتبتها واحد نقص احتمالية ان الاكس. طب هو ده ينفع? اه. ما كل الاحتمالات اللي احنا قلنا عليها دي? تسعة سي واحد وتسعة سي اتنين وتسعة سي تلاتة واربعة وخمسة وستة وسبعة وتوانية وتسعة فضل لهم زيرو. زائد تسعة سي صفر كلهم مجموعهم بكام? بواحد. يبقى دلوقت. ما تنساش. يبقى انا وجمعت ان سي صفر في البي قص اي قص ان في الكي قص مش عالف. قص زيرو في الكي قص ان ناقص زيرو. ان سي واحد. بي قص واحد كي قص ان ناقص واحد. ان بي ان سي تسعة. بي قص تسعة كي قص ان ناقص تسعة. وجمعت كل ده هيطلع بكم? هيتلع بوان. طب انا لو عاوز ده بس مش ممكن اقول واحد ناقص كل دول? صح? لو انا عاوز ده بس يبادر اقول واحد ناقص كل دول. طب انا بقى المارا دي عاوز العكس. ليه? مش دا ودا 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 وده مجموعهم بكام? مجموعهم بواحد. يبقى انا لو عاوز ده بس اقوله ايه? اقوله خلاص. يبقى واحد ناقص كل دول. طب انا بقى المرة دي عاوز كل دول. يبقى هقول له مين? واحد ناقص الاستاذ الاولاني ده. يبقى عشان اجيب كل دول هقول له واحد ناقص التيرم الاول. يبقى احتمالية ان انا اجيب الاكس اكبر من او تساوي يبقى واحد ناقص احتمالية ان الاكس تكون بكام? بصفر. اقوله خلاص? عوض ايه? الار بصفر. يبقى تسعة سي سفر اربعة من عشر او سفر ستة من عشر او ستسعة تطلع تمانية وتسعين من مية او تسعة وتسعين من مية بالشكل ده. يبقى احتمالية ان ينجح على الاقل في الامتحان السواء اكتر من واحد تسعة وتسعين في المية. طيب المطلوب التالت. المطلوب التالت كان بيقول لي اللي ينجح في الامتحان مور زان سيفن. اهدو استناني بقى. ايه مور زان سيفندي. انت عاوز ان الاكس تكون اكبر من مين? من سبعة. اكبر من سبعة يعني كام? واحنا عندنا طبعا الان كلها بكام? بتسعة. اكبر من سبعة. يبقى السبعة مش داخلة معايا. يبقى انا عاوز مرة حل بان الار بتساوي كام? تمانية. ومرة تانية حل بان الار بتساوي تسعة. اللي اتنين اكبر من? من سبعة. يعني كاني احل المسألة كم مرة? مرتين. الاكس اكبر من سبعة. الاكس دي اللي هي تمثل عندنا اللي ما نعاوز بقى في القانون طبعا بار. لما تكون جريتر زان سيفن يبقى هاخدها مرة بتمانية ومرة بايه? وبتسعة. طب تعال نشوف. انت بتقول يا هو اللي ينجح مور زان سيفن يبقى هاخد مرة الاكس بتمانية والاكس مرة بكام? بتسعة. واعوز المسألة مرة هيه? احط دي في المسألة كأنها الاكس بتمانية واللي هي الار بتمانية. مرة نقولها مرة نقولها الاكس ما فياش لغ بطل. يبقى تسعة سي تمانية اربعة من عشرة قصة اللي تحت اللي هو تمانية في ستة من عشرة قصة تسعة واقس تمانية. ومرة تانية لما تكون بتسعة يبقى تسعة سي تسعة. اربعة من عشرة قصة تسعة فيه التانية قصة كامل فرق بينهم اللي هو بزيرو. واروح مجمع ومطلع الناتج. يبقى كده ان اي مسألة بايونوميال اقدر ان انا حلها. طب ندخلوا على الجزء التاني في البيونوميال اللي هي ايه? المين والفاريانس. مش احنا اتفقنا اخدنا في الجزء اللي فات فيه مين وفيه فاريانس. المين اللي هو المتوسط. المتوسط بتاعت التجربة بتساوي حاصل ضرد الان في البي. والفاريانس تساوي اللي هو سيجما سكوير يساوي ان في البي في الكو. يبقى انا في التجربة دي لو سألتك في اي وقت. احسب المين? هتروح تضرب الان في البي. واحسب الفاريانس هتضرب ان بي كيو. طب احسب الستاندرد فييشن. هو ده سيجما سكوير. الستاندرد فييشن ده هو مين سيجما يبقى هتجيب لي جزر ان بي كيو. تعال بقى نشوف المطلوب التالت. المطلوب التالت هنا راح اعيل لك ايه? بالمرة بقى يوجد الستاندرد فييشن. بتاعت النمبر الفاريانس وان زادية. الناس اللي هتعدي في اليوم احسب لهم الستاندرد فييشن. هقول له تبقى انا عاوز اجيب ان في البي في الكيو. صح? مش الستاندرد فييشن هو اللي هو الفاريانس ان بي كيو. طب انا عندي الان بكام? بتسعة. البي باربعة من عشرة كيو بستة من عشرة اضربهم في بعض. واجب لهم الجز لبقى انا جبت الستاندرد فييشن. طب والمين بكام? انت يبقى التاني علشان اجيبه محتاج اجيب ان بي كيو واجيب لهم الجزر. والاولاني هو ان فيي بس. تسعة فاربعة من عشرة ان بي تتة وستة من عشرة خلاص جبنا المين. يبقى في الحالة دي نقدر ان احنا نطبق اهو ادي المي يو ان بي تسعة فاربعة من عشرة تتة وستة من عشرة. والسجما سكوير هتساوي ان بي كيو وبعدين بعد الرقم اللي ما يطلع نجيب له الجزر عشان احنا بنجيب مين الستاندرد فييشن. دلوقتي فيه نقطة تانية مهمة بنعرف المين اللي هو بيساوي اي اوف اكس. المين بالنقل يساوي اي اوف اكس. طب لو قلت لك المتوسط بتاع تلاتة اكس. الميو بتاعتها بتساوي كان بتساوي حاصن ضرب تلاتة في الميو. يعني كان التلاتة دي بقدر اطلعها برا في اي اوف اكس يعني بتساوي تلاتة ميو. طب المتوسط بتاعت نيجاتف تو اكس اسحب نيجاتف تو برا وسميها برضو هي هي ميو. يعني لو لقيت اي اوف اكس اي اوف تلاتة اكس هتساوي تلاتة ميو. اي اوف نيجاتف تو اكس نيجاتف تو ميو. طب ده كان على الاكسبيكتيشن او المتوسط. طب لو الفاريانس. الفاريانس اللي هو سيجما سكوير. وده بيساوي. المتوسط بتاعت مش اكس ان ما بتعمين. اكس سكوير ناقص الميو سكوير. اي اوف اكس سكوير ناقص الميو سكوير. يعني مثلا. الفاريانس بتاعت التلاتة اكس. اه ثانية واحدة بقى. زي التانية بنسحب التلاتة برا لأ. في الاكسبيكتيت فاليو. كنا بنسحب التلاتة برا. ونطلع ميو. انما هنا هنسحب التلاتة سكوير. تلاتة تربيع. تلاتة تربيع تبقى بكام? بتسعى وينزل الفاريانس بتاع اكس هو هو. طب والفاريانس بتاع اي رقم سابت بزيرو. طب ما تيجي نطبق بقاف دي. الفاريانس اللي تلاتة اكس نقص اتنين. النقص اتنين الفاريانس بتاعها بكم? بزيرو. والفاريانس بتاع تلاتة اكس يبقى بتلاتة تربيع في الفاريانس. بتاع اكس. يبقى تسعة في الفاريانس. دي بعد الرولز على ان ازاي يحسب المتوسط الميو وازاي يحسب الاي? اللي هي الفاريانس. تعال نطبق الكلام ده في اكزامبل. المثال اللي كان عندنا كان بيقول لنا بالمرة مما انك جبت الميو والفاريانس احسب لي اي قف اتنين اكس نقص واحد. سألي واحد. اي وفي اتنين اكس نقص واحد. دي. على الاكس باكتد ولا على على الاكس باكتد. طب ما لا ممكن اقوله? الاتنين هتطلع برة. مش كده? لو سحبت الاتنين برة. هتبقى اتنين في ال اي وفي اكس. ومتوقع متوسط الناقص واحد هيفضل زي ما هو? نقص واحد. واروح معاود. مين هي اي وفي اكس? دي ميو. والميو جيبناها بكم? بثلاثة وستة امان عشرة. يبقى اضرب اللي اتنين في ثلاثة وستة امان عشرة. واطرح منها الواحد اللي هو ده. تطلع بتساوي ستة واثنين امان عشرة. طب التانية. عاوز لنقص اتنين اكس زائد اربعة. طب نقص اتنين اكس زائد اربعة. زائد اربعة دي ملهاش ملهاش تنوع. يبقى دي هتبقى بزيرو. يبقى انا بجيب المين? لسالب اتنين اكس بس. وانا لما يبقى فيه رقم قدام الاكس ناخده سكوير. نربعه. وننزل الفاريانس بتاع اكس. يبقى دي بتساوي. نيجاتف تو سكوير اربعة. والفاريانس بتاع اكس بكام? كنا جايبينه ان بي كيو. اللي هو اتنين وستة اشر من مية. يبقى اضرب الاربعة في اتنين وستة اشر من مية اطلع مين? الفاريانس المطلوب. اوكي? تعال نشوف مثال تاني. اوجد احتمالية ان النيز في معين بتزيد عن اتنين ديسيميل. از عرفنا? ان عشان النيز تزيد عن دي كانت اللي احتمال بتاعتها بكم? بخمسة مية. طبعا انا عملا اتفكر. يا طرى البربابلتي هي اللي اتنين ولا هي الخمسة مية? مفيش بروبابلتي اكتر من وقت. يبقى اكيد البربابلتي هي اللي كان خمسة ممية. طيب. اوجد. يبقى دي اول حاجة. احتمالية ان انت. النيز تبقى فوق الايه مستوى? اللي اتنين ديسيميل. اوجد احتمالية ازا تن امونت من اتناشر امبليفاير. يبقى انا عندي كم امبليفاير? اتناشر. ما لهم بقى? هيعدوا? اه تعالى بقى نشوف. يبقى انا كل اللي عندي اتناشر امبليفاير. عاوز احتمالية واحدة وان. هتزيد عن اللي اتنين. يبقى دي كده احتمالية ان في واحدة بس هي اللي تزيد عن اتنين ديسيميل. نقولها تاني. في البروبابلتي ان النوع معين من الامبليفايرز. نزيد عن اللي اتنين ديسيميل بكم? بخمسة ممية. في النيز. انا عاوز احتمالية بقى لو انا عندي اتناشر امبليفاير. واحد فيهم يزيد. قوله بس. يبقى انت مهتم بيه اللي يزيد. اللي يزيد هنا احتماليته كام? خمسة ممية. يبقى هو ده البي تبقى الكيو واحد ناقس بيه. يبقى ابدأ حل. يبقى اول حاجة احتماليته البي بخمسة ممية الكيو بواحد ناقس بيه. يبقى دلوقتي انا عندي البي والكيو تمثل واحد ناقس بيه. خلاص? يبقى دول ان كلهم بتناشر. طب انت عاوز احتمالية واحد امبليفاير. بس. يبقى تبقى الار بكام? بوان. يبقى اول تعويض تبقى اتناشر سي واحد. خمسة من مية قص واحد. خمسة وتسعين في المية قص اتناشر ناقس واحد الايب احداشر. وتطلع الاحتمالية بكام? بوينت تلاتة اربعة واحد. طب المطلوب التاني. ات مصد. والاكسيد برضو. اكسيد هنا يعني هتزيد. يعني برضو ايه? زي الكلمة دي. يبقى البروبابلتي بكام? بقى خمسة من مية. بس ايه حكاية ات مصد? احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اتليست. انما المرة دي هو احنا جايبين بقى ايه? ات مصد. تعال بقى نشوف. لو لقيت كلمة ات مصد. اهو ات مصد. مسلا انت بتقول هنا ات مصد كام? ات مصد سري. يبقى انا عاوز هنا احتمالية ان الاكس بالكتير تكون بتلاتة. مرة كانت الاكس اكبر من او تساوي او تساوي الرقم. ات مصد اقل من او تساوي الرقم. يبقى دي احتمالية ايه? ات مصد. وطبعا ات مصد هتاخد الرقم اكتر من مرة. طب انت بتقولي في مطلوب دوت. احتمالية ان اقاة مصد تو يبقى بالكتير اتنين. طيب بالكتير اتنين. اقدر اقدر اطبقها ازاي? آه يبقى الاكس اصغر من او تساوي اتنين. مين اللي اصغر من او يساوي اتنين? الصفر اصغر من اللي ادنين. الواحد اصغر من اللي الان واللتنين اصغر من او يساوي كان يبقى هعمل المسألة دي احلاها كم مرة? ثلاث مرات. طب استنى مش معنا ان نحلها تلات مرات محلا في مسألة من شوية لما كانت الان اتليست وان كان فيه قدامنا تسعة مرات ومرضناش نحلها تسعة مرات ونجمعها قلنا واحد ناقص واحدة علشان هنا دي تلات مرات وانا الان كلها باثناشر فانا لو خدت الديريكشل التاني صفر واحد اتنين مش عاجبني لو هاخد الطريق بقيت السكة بكاملة حد الاثناشر فيه تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر فيه تسعة ترم هم عياة امشي بالطريق القصير التالي فيه تلاتة ترم ولا امشي بالطويل اللي فيه تسعة ترم اه هنا نمشي بالقصير ده يبقى ده زي ما هو مزبوط حل المسألة مرة الارب صفر وعوض ومرة الارب واحد وعوض ومرة الارب اتنين وبعدين اروح مجمع الحقيقة البروبابيليتي دي زائد البروبابيليتي دي زائد البروبابيليتي دي تطلع احتمالية النقات مستة بالكتير تبقى اتنين تمانية وتسعين في المية طيب مطلوبة تالت two or more يا اتنين يا اكتر وبرضو اكسيد اكسيد يعني برضو نمركز على اللي يزيد اللي هو البي بتاعته بكام بخمسة ممية بس انت عاوز اتنين او اكتر يزيدوا يعني كايني بقولك اكبر من او تساوي اتنين طيب بما ان انت اكبر من او تساوي اتنين احنا دايما ما بنحبش اكبر من او تساوي اتنين تعالى كده نشوف يبقى الان بكم يبقى في الحالة دي لو انت قلت اكبر من او تساوي اتنين دي ممكن نكتب فيها ان الار اكبر من او تساوي اتنين يبقى اتنين وتلاتة واربعة وخمسة وهفضل ماشي كده لحد ده ما وصل في الاخر اللي كان الاثناشر انا عندي احداشر رقم قدامي هم والعشر ارقام طب العكس بقى هنا فكر في العكس الاحسن ان انا امشي بالعشر عشرة تير واللمش بالاقصر اللي هي واحد ناقص احتمالية العكس دول اكبر من او يساوي اتنين خلينا اصغر من اتنين مين هم الاصغر من اتنين لما الايرقار بط تكون بصفر او الاحس بصفر والاحس بواحد يبقى انا هجيب الاصغر واروح طرحهم من اين من الواحد يبقى لما نلاقي احتمالية ان الاحس اكبر من اتنين هتاخد طريق طويل هتاخد عشرة تيرمات هنجمعهم هي دي اللي نعكسها نقول بقى لا نجيب الطريق الاصغر بلاش نجيب الاكبر من اتنين نجيب مين الاصغر من اتنين يعني يبقى هنجيب البي ان الاكس او الار اقل من او تساوي اتنين اقل من او تساوي اتنين يعني اصفر يا واحد واللي يطلع على اترحهم منين من الواحد طبعا انا جبت دلوقتي من شوية حالنا في المطلوب اللي قابله لما الار بصفر طلعناها باربعة وخمسين من مية ولما الار بواحد او الاكس بواحد طلعناها باربعة وثلاثين من مية يبقى رحواخد الاتنين دول وطرحهم من الواحد زي الشكل ده واحد ناقص ده وده يطلع لنا الناتج اهو قال لي بالمرة مش دي مش دي كده بيونوميال اه يوجد الاي وفي اكس يبقى جزر اني بي كيو ونعوض ونطلع يطرع اي اوف خمسة اكس زائد واحد بتسوي كام هتسوي ايواء خمسة في الاي اوف اكس اللي هي الميو زائد واحد زي ما هي طب والفاريانس ده اللي اتنين هتروح ملهاش فاريانس لان اي رقم سابت الفاريانس بتاعه بزيرو والتلت ده هيطلع وره تربيع يبقى احد على التلاتة تربيع بتوسع في الفاريانس بتاعت اكس اللي هو اني بي كيو ونروح معاوض ونطلع اليه الفاريانس بتاع الصحر في المثال التالت 20% من المسامير اللي بتنتج في مكانة معينة are defective يبقى احتمالية ان المصمار بايز بيقولك 20% من المكانة دي بتطلع مسامير بايزة defective هنا يعني بايز ودي كلمة مهمة هتشوفها في امثلة كتير اوكي يبقى رقم واحد لو انت مهتم هنا في السؤال بالبيز يبقى البيز احتماليته كام باتنين من عشرة طب لو انا مهتم بالجد بالحاجة الكويسة يبقى ههتم بالاتنين من عشرة ولا بالتمانية من عشرة بالتمانية من عشرة اللي هي واحد نقص نين من عشرة اربع مسامير اخترت اربعة عشوائي طيب يبقى دي بالنسبة لنا تمثل العينة بتاعتنا ادي خدنا ناخد اربع مسامير هو ده العدد اللي موجود يطرق احتمالية ان فيهم احتمالية ان يبقى فيه مصمار واحد بايز عشان يبقى فيه مصمار بايز يبقى الار بواحد وانا عندي عدد مسامير كلها بكام باربعة نطبق عليها بيونوميل قدي لان باربعة احتمالية البيز بتنين من عشرة وانت جاي بالار سيبها عامة هي عشان تحلها لأي ار والار كده كده انا عارف انها بتبدأ من صفر الكام لاربعة اول مطلوب هنا مركز انه عاوز وان بولت مصمار واحد يبقى الار بكام بوان نروح معاوضين الار بوان ومطلعين الناتج طب التانية كل الاربع مسامير كويسين مين هما الاربع مسامير يبقى انا عاوز احتمالية ان الار تكون باربعة يبقى تاني مطلوب هنعوض الار بكام باربعة تبقى اربعة سي اربعة الرقم ده قصة اربعة والتاني قصة اربعة ده قصة اربعة ينبزيره طب اللي بعدها بقى مرة رح اقيل لك اتمست اول ما يقول لي اتمست يبقى بك كتير مصمرين يبقى اروح حل المرة المسألة الارب كام بزيرو ومرة الار بواحد ومرة الار باثنين وجمع التلات حلول بالشكل ده لما قالت مصر اتنين يبقى مرة حل بالصفر ومرة بالواحد ومرة بالاتنين ويروح مجمعهم ونطلع الناتج بتاعهم كمان طلب مننا في المسألة اوجد المين طبه هده بايونومية والبيونومية للمين بتاعها إن بيه والساندر ديفييشن اللي هو السيجما جزر نبي كيو يبقدر نروح مع واضين ونطلعين من نبي ونبي كيو ويوجد لها الجزر فنطلع ده وده وبكده يبقى البيونوميال بالنسبة لنا تمام